من أسطنبول بي الكاتب والباحث السياسي محمد الأخ رسلي المزيد من التحليل والقراءة في ملف المفاوضات سيد محمد أهلا بك حماس تقول إن الأفق مسدود الآن أمام مباحثات الدوحة هل يعني ذلك بشكل ما فشل المقترح الأمريكي الذي يجري الحديث عنه لجسر الهو بين الطرفين في البداية نحن لا نتحدث عن عروض أمريكية حقيقية يمكن البناء عليها كل ما في الأمر أن هناك رد إسرائيلي قد تم تقديمه خلال أيام الماضية هذا الرد الإسرائيلي قيل أنه بات يتوائم أكثر مع العرض المطروح أمريكيا أو مع ما عرض في اتفاق باريس لكن في الحقيقة أن ما قدمته الدولة الاحتلال في ردها الأخير هو يعد الرد الأكثر سلبية في حقيقة الأمر منذ بداية جولة التقاوض نحن نتحدث عن أكثر من 56 يوم منذ أن زار رئيس المقابرات الأمريكية العاصمة الفرنسية باريس أي أن تقريبا ثلث فترة الحرب قد عدت ونحن في دائرة من المداولات من المحادثات التي لم يبنى عليها شيء في حقيقة الأمر الرد الإسرائيلي الذي جاء بالأمس هو رد الأكثر تفصيلا والأكثر سلبية لأنه يعني فيما يعنيه بأن الاحتلال مستمر في حربي على قطاع غزة والأكثر من ذلك بأنه يريد أن يفرض سيطرة أمنية دائمة داخل القطاع من خلال التشدد في موضوع العودة النازحين من الجنوب إلى الشمال من خلال رفضه تقديم أي تنازل في ملف وقف إطلاق النار من خلال تشدده أيضا في ملف الأسرى وحيثية الإفراج عنهم وأعدادهم وكل هذه التفاصيل نحن نتحدث عن قرار إسرائيلي بالمماطلة بإطالة أمد الحرب قدر المستطاع وفق أولويات التي يفرضها نتنياهو يعني حتى الموقف الأمريكي الذي يجري الحديث عنه حتى الآن كل ما كشف عنه عبارة عن تسريبات في الإعلام الإسرائيلي حتى الآن الإفراج عن 700 أسير من ضمنهم 100 من الأسرى المحكمين بالمؤبد أنت قلت في بداية هذه المداخلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم مقترحات حقيقية إذن ما فحوى المقاربة الأمريكية لجسر الهوى كما كان يتحدث وزير الخارجية الأمريكي الحقيقة أن أصل المشكلة تكمن في الفرضيات التي ينطلق منها الأمريكي والتي ينطلق منها الإسرائيلي في نفس الوقت الأمريكي يعتقد منذ اليوم الأول أن الإشكالية مرتبطة بمفاتيح الأسرى ويعتقد أن التنازل أو المرونة التي قدمتها حماس في الأيام الماضية حول أعداد الأسرى وطبيعتهم وأرقامهم اعتبرها الأمريكي تنازلا من حماس واعتبرها تطورا كبيرا يمكن البناء عليه والحقيقة أن الحركة في هذه القضية فعلا كانت في البداية تضع الشروط الأساسية الثلاثة أو المرتبطة بأطلاق النار والمرتبطة بعودة النازلين والمرتبطة بالمساعدات تعتبرها هي الشرط الذي يتبع الشرط الذي يسبق الحديث عن مفاتيح الأسرى لكنها قررت أن تقدم المفاتيح الأسرى ومن ثم يتم مناقشة تلك القضايا على أمل أن الاحتلال سيقدر تنازلات في الحقيقة هذه الفرضية الأمريكية المرتبطة بأن الإشكالية تكمن في مفاتيح الأسرى هي تشير إلى عدم فهم أمريكي لطبيعة المشهد أو أنهم يريدوا أن يظهروا أنهم غير مدركين كان هناك تعوين وفرضية أمريكية وإسرائيلية على أن الضغط الميداني على حماس كما هو حاصل حاليا في الشفاء وفي مستشفى الأمل وفي مستشفى ناصر هذا الضغط الميداني سيدفع حماس إلى القبول بصفقة مؤقتة تتركز على الإفراج عن الأسرى وإدخال جزء يسير من المساعدات الحقيقة أن هذه الفرضيات يثبت كل يوم فشلها نلاحظ هنا التركيز الأمريكي وكذلك الإسرائيلي هو على المرحلة الأولى وحول أعداد الأسرى وكما تعلم أن القضايا الكبرى أو الملفات الأساسية تكمن في المراحل التالية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار النهائي وكذلك عودة النازحين إلى الشمال وإعادة الإعمار وخروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ما زلنا في المحطة الأولى وما يجري الحديث عنه هو حول المرحلة الأولى إذا ما تم النجاح والوصول إلى توافق حول هذه المرحلة هل يعني ذلك بالضرورة أن المراحل التالية أصبحت ممكنة توصل فيها إلى اتفاق؟ المقاومة الفلسطينية أبدت المرونة الكافية التي تؤدي إلى تأخير أو تأجيل المفاوضات حول حيثيات وتفاصيل المرحلة الثانية والثالثة لكنها قبل أن نذهب إلى المرحلة الثانية والثالثة تريد مبادئ عامة تحكم الاتفاق الكل من قبل إعلان نواية مثلا في ملك وقف اطلاق النار قبلت بتدريج عملية الانسحاب الإسرائيلي هذه المعطيات هي فعلا في البداية تركز على المرحلة الأولى لكن هناك مبادئ عامة لابد استفائها لضمان أن لا تكون الصفقة بمثابة وقف اطلاق النار مؤقت أو استراحة مقاتل تؤدي بعد الانتهاء منها لعودة العملية العسكرية بصورة أكثر عنفوانا وأكثر إجراما أو أن تكون هي خطوة تمهيدية أو انتقالية للذهاب لعملية اجتياح رفح المقامة الفلسطينية شاهدت ما حصل في الصفقة الأولى حينما أفرجت عن أكثر من مئة أسير أو محتجز لديها ومن ثم قام الاحتلال بالعودة إلى العملية العسكرية بصورة أكثر إجراما من الأيام التي سبقت الصفقة الأولى لذلك اليوم هناك مطلب شعبي مطلب فصائلي مطلب يعبر عن حالة السكان في قطاع غزة ترفض أن يكون هناك تنازل دون الحصول على وقف اطلاق النار أو تعهد عام بالوصول إلى وقف اطلاق النار لا يزال الملف معقد لا يزال الاحتلال الإسرائيلي متصلبا في مواقفه لا تزال إدارة الأمريكية غير قادرة على أن تدفع أو أن تضغب بشكل حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى وقف حقيقي ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة نعم كما أعلنت حماس أن لديها مسائل ثابتة لا يمكن التنازل عنها على الإطلاق وهي وقف اطلاق النار كذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة العمار هذه الأمور ترفضها إسرائيل بالكلية ما يعني أن المواقف متباعدة جدا بين الطرفين هل هناك فرصة لجسر هذه الهوة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير مقتنعة هي نفسها حتى الآن بالوقف النهائي لإطلاق النار الإشكالية الكبرى هنا بأن التشدد الإسرائيلي في هذه التفاصيل رفضه التجاوب مع الإطار العام الذي وضعته المقاومة الفلسطينية هو يشير في حقيقة الأمر إلى أن الحرب في قطاع غزة تتحول صيرورتها يريد الاحتلال أن تكون معركة استنزاف طويلة الأمل هو يريد أن يطبق نموذج ما حصل في الضفة الغربية في عملية السور الواقي حينما قامت قوات الاحتلال بالتوغل في براكز المدن وقضت على المقاومة الفلسطينية ومن ثم فرضت سيطرة أمنية دائمة على الضفة الغربية وفتحت الباب لمزيد من الاستيطان ولمزيد من القضاء على الكيانية السياسية الفلسطينية بات الأمر واضحا بأن الاحتلال يريد الذهاب إلى هذا السيناريو هذا السيناريو في حال أن الاحتلال يريد الذهاب إليه واتضح للمقاومة الفلسطينية بأن الصفقة تروح مكانها فإن آلية والتعاطي والنظر إلى ملف الأسرة بالكلية ستتغير نحن لا نتحدث عن صفقة تبادل الأسرة في هذه الحالة نحن نتحدث عن حالة من المقاومة لدفع الاحتلال خارج قطاع غزة لتفكيك السيطرة الأمنية التي يريد الاحتلال فرضة داخل قطاع وحينها يصبح ملف الأسرة هو جزء من عملية الضغط التي تديرها المقاومة الفلسطينية لتفكيك حالة الاحتلال في قطاع غزة وليس أن ملف الأسرة هو ملف منفصل أو مستقل بذاته لذلك فعلا الفجوات كبيرة وهناك صعوبة في ردم هذه الفجوات طالما أن الإدارة الأمريكية لا تستعمل أدواتها أو تتوفى طالما أنها لا يوجد لديها إرادة سياسية حقيقية للضغط على دولة الاحتلال هذا في الجانب للولايات المتحدة هناك جانب آخر أيضا طالما أن الضغط في الشارع الإسرائيلي الضغط في الرأي العام الإسرائيلي لا يضغط على نتنياهو في الصورة الكافية فلا يمكن الحديث عن تنازلات أو رضي من الفجوات بين الطرفين نعم